على هامش الحرب تدور معركة أخرى بين الحكومة ومليشيا الحوثي والمخلوع على الجبهة الاقتصادية هذه المعركة وإن كانت قد حسمت في وقت سابق لمصلحة سلطة المليشيا الحكمة في صنعاء من خلال الضغوط الدولية التي منعت الحكومة من نقد المؤسسات المالية أو التصرف بها إلا أن الحكومة عادت مؤخرا لتفاعل هذا الملف وتكثف من جهود استعادة هذه المؤسسات ولكن بعد انخرجت عن الصلاحية وباتت على وشكل انهيار حالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها البلاد والضائقة المالية التي تعانيها الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن دفعت الحكومة إلى الإعلان عن رفضها لما سمي بالهدنة الاقتصادية والبدء بخطوات عملية نحو الاستقلال المالي والاحتفاظ بإرادات المدين المحررة لتمويل برامجها ومعالجة أزمات الإعدام الخدمات الأساسية في تلك المناطق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أكد في تصريحات صحفية عن تحرك تجريه حكومته لدراسة عدة خيارات إنقاذ اقتصادية مؤكدا أن الحكومة ستمارس حقها في اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن عدم تزويد الانقلابيين بالمال وفي الوقت نفسه إيقاف تدهور الاقتصاد مع ضمان تدفق الأموال وصرفها على المستحقين بما في ذلك صرف الأجور للعاملين في جميع المناطق حسب قوله وفيما تسعى الحكومة إلى إنهاء سيطرات الميليشيا على المؤسسات المالية يرى مختصون اقتصاديون أنه يمكن للحكومة سيطرة على السيولة النقدية دون الحاجة إلى نقل البنك المركزي أو تغييره ببنك موازن وذلك من خلال تفعيل البنك المركزي في عدن والمحافظات المحررة وإنشاء وحدات خاصة تمكن التجارة والمستوردين من فتع اعتمادات لاستيراد السلع والخدمات بالتعاون مع دول التحالف تتعظم الانهيارات وتتضاعد الخيارات أمام الحكومة في ظل وصول الأزمة الاقتصادية إلى درجة لم يعد بالإمكان تلافها دون أن تتعرض الحكومة لغضب دوائر صنع السياسة الاقتصادية الدولية والتي كانت سببا رئيسيا في الوصول إلى هذه المرحلة من الانهيار بحسب ببيان سابق للحكومة فهل ستجرؤ الحكومة على المضي في هذا الخيار؟ وهل سيقتنع المجتمع الدولي بمبرراتها بعد أن ثبت فشل السياسة السابقة؟ اشتركوا في القناة